اشتركوا في القناة اهلا بكم في عدد جديد من نقطة ضوء ضيفنا اليوم من موليد 1958 بالبليدة متحصل على شهادتي دكتوراه في البيطرة وعلم المناعة في 1989 ساهم في تأسيس حزب التجديد الجزائري الذي استقال منه في 1999 بعد خلاف مع رئيسه السيد مردين بوكروح رفضت الداخلية طلبه بتأسيس جمعية حملت اسم حركة الحريات والتنمية كما فشل ولنفس السبب رفقتها مجموعة من الأصدقاء والرفقاء السياسيين في تأسيس حزب البديل في 13 أفريل 2011 أعلن عن تأسيس حزب الجيل الجديد كما أعلن بعدها ترشحه لرئاسيات أفريل قبل أن يعلن انسحابه بعد تأكد ترشح عبد العزيز بيتفريقة لعهدة رابعة ومباشرة بعدها انضم إلى تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات وصار أحد الفاعلين فيها دكتور جيلالي صفيان أهلا بكم في النقطة الضوء أهلا بحميد بمراسة الذي يشاركوني في تنشيطي هذا البرنامج مباشرة ندخل في الأبعاء دكتور كثير من المتتبعين والخصوم التعكم كل الخصوم التعكم وكثير من المتتبعين يتهموكم باللي مش غير الجيل الجديد الجيل الجديد لكل الناس الذين يشكلون اليوم تنسيقية الأحزاب المقاطعة بأنه عندكم برنامج واحد اللي هو ضد العهد الرابعة ضد العهد الرابعة ضد العهد الرابعة مع هذا ليس لديكم ما تقترحونه عفوا للشعب الجزائري دكتور ما ردكم على هذه التهمة أول مساء الخير ونشكركم على هذا الدعوة الحكم سهل دائما يقول ما عندكم برنامج وخاصة ربما الناس اللي دفعوا على العهد الرابعة هم اللي يقولوا هذا الكلام أنا نجاوب لهم برك هل تعرفوا سطر واحد من برنامج اللي كنتوا تقولوا برنامج فخامته منذ تسعة وتسعين ما كان حتى برنامج هم على رأس الدولة بكل إمكانيات بكل الأموال بكل إطارات إلى خيرين ما قدروش يقدموا للرأي العام مشروع مجتمع يكون متوازن ليقدر يعطي الأمل فحنا من جهتنا حتى ولما كانش عندنا يعني البرنامج وهذا غير حقيق وضوك نطرق له ربما يقدر يقول حزب عنده سنتين من اللي ينشط يعني رسميا وعنده الاعتماد وربما كانوا لازم يعذرونها لكن في الحقيقة عندنا برنامج والبرنامج يعني موجود وكل إخوان يقدروا يشوفوا في الانترنت يوصلوا لموقع إلكتروني تاعة جيل جديد والبرنامج يعني اليوم نقدر نقتنم الفرصة لبعض ثانواني ثانواني باش نقول أول فيه تحليل عام تاع المجتمع الجزائري والتحليل هذا تحليل يعني ليروح مباشرة للعمق لماذا الجزائر ما قدرش تنتج يعني وتقوم بدولة قانون لماذا الديمقراطية كانت صعبة لماذا كانت تنقضات داخل المجتمع لماذا كان النزاع ما بين السلطة هذه والمجتمع إلى خيره فهذا التحليل العام هو اللي أصنع له يعني برنامج أو مشروع مجتمع والمشروع مجتمع مبني على فقرة مهمة جدا وهي فقرة حول القيم لأن بدون قيم مجتمع ما يقدرش يقوم أما القيم هادو ما ما وش كلام مطلق مجرد يعني من مضمون ما هي القيم ما معنتها كيفاش هي نوضفوها في المجتمع كيفاش المجتمع لازم يتعود على بعض القيم ما هما القيم تعل المجتمع الجزائري اللي نقدروا نتكلموا عليهم ما هما القيم اللي غايبين من المجتمع الجزائري ولازم ندخلوهم باش نقدروا نبنيو المجتمع إلى خيره فهذه فقرة مهمة جدا وحنا التالت قيم يعني للجانب الرمزي والبيداغوجي نتكلم على أولا روح المسئولية وهذا نقدر نعود نطرق له وثانيا العدل كقيمة يعني مهمة جدا وثالثا روح الابتكار يعني كيفاش نبداع كيفاش نختارع إلى آخره ثم بعد هذا الجانب في إطار المشروع المجتمع هناك قضايا كبرى لتهم المجتمع مثلا ما هو دور الإسلام في المجتمع ما هي علاقة ما بين التفكير الروحي ومن جهة أخرى يعني الإسلام كعقيدة وكتطبيق في المجتمع ما هو مكان الدولة المدنية ما هو مكان العلاقة ما بين الرجل والمرأة في المجتمع كيف تتبنى الأسرة إلى آخره هذا كامل محاور كبيرة ومهمة جدا اللي لازم نطرق إليها وفي النهاية هناك برنامج حول برنامج حكومي يعني كيفاش نبدأ أولا نعاود تأسيس المجتمع السياسي من جديد في أي إطار كيفاش يقدر يكون الدستور نمط الحكم كيفاش يكون ثم نطرق إلى الاقتصاد ثم قبل الاقتصاد في الحقيقة تكوين الإنسان لأنه عندما تعطيه الإطار العام تاعد الدولة كيفاش تخدم هاد الدولة كيفاش تتعامل مع المواطنين إلى خيره نجوز للفقرة الثانية وهي كيفاش نكون الإنسان على أي أساس نعطي له التكوين نعطي له شخصية نتاعه ناخد بعلا الاعتبار كذلك المقومات المجتمع وفي النهاية كل ما يتعلق بالاقتصاد تنشيط الاقتصاد نخرج من الاقتصاد الريعي إلى خيره فكتشوف في بضعة ثوانية أو دقائق نشوف باللي يعني المجال واسع جدا وكل شيء هذا الإخوان اللي يحب يطالع عليه يشوفوه بالتدقيق هذا بركة عطيتكم رؤوس أبواب الكبرى دكتور في نفس الاتجاه تتهمونا أيضا داخل تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات بأنكم صاحب الخطاب الأكثر تطرفا يعني أكثر من عبد الرزاق مقري أكثر من الجماعة العرسيدي أكثر من باقي الإسلاميين أكثر من أحمد بن بيتوري لآخرة هل هو حب تميز هل هذا هو أصل الدكتور صفيان يعني موش ردك على هذه التهمة نعم هل أنت فعلا أكثر تطرفا من الآخرين ما ندون شباش قضية تطرف ربما قضية كيفاش تقول مباشرة الخطاب نحن نعرف أن المجتمع السياسي في الجزائر تربى فينا مطوين ربما ما يحبوش يعطيه الأسماء الناس اللي يشيروا ليهم ما يشخصوش ما يشخصوش لأن حسابات كاين إطارات داخل أحزاب ما نساش كاين أحزاب اللي كانت في السلطة منذ على الأقل 1995 مثلا حركة المجتمع السلم فأربعوا علاقات عندهم يعني الناس حولهم ربما هذا يخليهم يثقلوا كما نقولوا وما يعطي لهمش كل الجرأة باش يخفو بنفس الخطاب ما عندي شوش نخسر أنا شخصيا الحزب راه يسمى في طريق البناء وحاجة أخرى ليتميز ربما الحزب نظن هذا الوحيد من الأحزاب الجدد ليحمل التفكير والدهنيات بتاع الجيل جديد حقيقة والجيل الجديد هذا تغيرت المعطيات ما يتعاملش بنفس الطرق مع مثلا علاقة السلطة نقدر أن نفتح باب هنا لأن كل الأحزاب اللي كانوا في التسعينيات كانوا في نفس المناخ السياسي اللي عاشوا فيه وتنموا فيه وهناك نوع من خطاب لانغاج كونفنسيوني كونفنسيوني اللي تعودوا عليه أما نحن اليوم جيناك نعبر على دهنيات ومنطق جديد لليوم رسائد في المجتمع فمثلا من الجيل السابق تشوف العلاقة تعالى السلطة إما كانت سلطة الأباوية الأب في الأسرة وإلى السلطة في المجال الاقتصادي مثلا كما يقولون المعلم ولا معلي يخدم معاه ولا في المدرسة قبل ما ندخل للعالم الشغم أو العلاقة مع السلطة دائما هذه العلاقة مبنية على القوة علاقة قوة يعني لازم تخضع اللي نقوله ومتحوش تفهم هذا كان في المجتمع الجزائري تبدأ من الصغر الطفل عندما يسأل بزاف يقوله لتكسرت لنا رأسنا وتتحب تفهم ببركة عشتها هذه في حيث تجديد جزائري ربما من هذا النوع لكن درك اليوم الجيل الجديد هذا لازم تقنعه علاقة القوة تتحول إلى علاقة عقل وقناعة اليوم معنى أن تقدر تسأل الإخوة عنده خمسين ولا ستين سنة تقوله أنتك يكون صغير وتطلب من الأب تقوله أعطيني انفتح السيارة حبيت تروح يقول لك لا وديجا ما تقدرش تطلب عليه تقصي الأم والأم تطلب للأب اليوم نكمل هذه ونعونه لي اليوم الطفل كي يروح الباباه ويقوله سلف للسيارة لازم الأب بتاعه يفهمه وما تقدرش إلى خير فإذن التغيير هذه العلاقة داخل المجتمع صبحت واردة ومطلوبة من الجيل الجديد مع السلطة والحكم باش ما معدوش على التنسيقية دوكتور احنا عرفنا أفون شاك إشيانس الالكتورات بالرهانة التاحة والزونج والمخاطر اللي الدور حولها شهدنا ميلاد تكتولاتها بالحزبية سياسية بين شخصيات تكون معارضة للمشاريع اللي يطرحها السلطة الآن نحنا عمعها شهدنا ميلاد تنسيقية الأحزاب شخصية مقاطعة الانتخابات لكن بعد شك إشيانس نشوفوا هذه الأشخاص اللي يتلاقاوا حول مبدأ حول أنيديال المبادرة تتلاشى وبعدها كل يوم يدخل دارها هل هذا راجع إلى أنه ما عندناش شخصيات معارضة مستميتة يعني على المبدأ وعلى الموقف أم أن النظام ينجح في كل مراءة باش يفشل مثل هذه المبادرة والله غير عمرك ولا طيب عامل واحد لأن شوف في التسعينيات كان أولا الطبقة السياسية ما كانش ما عندهاش خبرة ما كانش عندها تجربة أول تجربة لعديد من الناس اللي دخلوا في السياسة في التسعينيات كان أول تجربة لهم ما نتكلمش على اللي يخرجوا من الحزب لواحد وحاولوا يعودوا يديروا النقلاء جديدة زيد في التسعينيات كان هناك استضام قوي إيديولوجي داخل المجتمع في نفس الأسرة تقدر تسيب واحد يسمى ما ره يلبس لباس الشرطي وتسيب الآخر ربما طلع الجبل كما نقول ويدير في عملية إرهابية اليوم تغيرت الأمور لأن بعد عشرية من نوع من الاستضام الشارس وليخلى العدد الكبير من القتلى المجتمع كله بدأ ينضج ويتفتح إلى المسامحة ويفهم باللي كلش نسبي ما بقاش كل شي مطلق في التسعينيات أتسيب إما رك معايا وإلا نلغيك اليوم في الخطاب يقول لك ها وأنا وشا نفكر وربما نقدر نتناقش شوف مثلا في التسعينيات كان من المستحيل تصيب حزب إسلامي أو إسلاموي يقدر يتلاقى ويتعامل مع حزب لائيكي سينوكار في تنسيقية توصفون بأنكم حزب حزب الليبرالي توافق هذا لا 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 ما نتخلش في هذا صنيف اليوم جي هو مهم إذا الطبقة السياسية ببعض المسؤولين تحهم قدروا يتناقشوا ويتحاوروا مع بعض يعني أن وراءهم المناضلين والإطارات تعالي الأحزاب قابلة بهذه الفكرة ووراء هذه المناضلين داخل المجتمع الفكرة مقبولة هذا يدل على نطج وتطور في التقافة الديمقراطية للجزائريين وتصبح اليوم تشوف كانوا تقصد دكتور بأنه اليوم المجتمع الجزائري ما صار شي يستغرب لما يشوف في قاعة واحدة تجمع فيها علي بالحاج ومحسن بالعباس ونظن ما هو شي يستغرب نظن يزكي يعني لأن هذه الرسالة القوية اللي بعتناها في إطار العمل التعالي التنسيقية هو الخطاب للشعب قال أطمئنه احنا كمعارضة عندنا موقف موحد ضد السلطة لكن احنا ما بيننا قادرين باش نبني دولة وإطار لكلنا نتفهم فيه موش يعني نفس البرنامج ونصبح في حزب واحد ما جاوبنيش دكتور ما جاوبنيش علاس مثل المبادرات تتلاشى بعد دعم لأن كي خرجنا من هاد الوضعية اللولة الحد وإن كان الاستيضامات وكي جاء عهد الرئيس الحالي طف كل العمل السياسي ومنع التحرك وكلكم تعرفوا كيفاش حاول يشتري الدمام إلى خيره أما اليوم رأنا في نهاية نظام لأن النظام الحالي أصبح هش هو في انهيار ربما كان الناس ما زال ما حسوش بهذا الواقع الجديد لكن النظام السياسي الجزائري أنهار تماما اليوم المؤسسة ما بقيتش تمشي بقيت كل شيء مبني على شخص واحد إلى خيره فالفرصة هذه ما بين انهيار النظام وتحرك من طرف المجتمع وتفتح المجتمع للعمل الجماعي يخلي نوع من هذه المبادرات باش تنجح والآن أمامنا هادف واضح هو كيفاش نوصل إلى ندوة وطنية لتجمع فيها عدد كبير من الأطراف خارج ستة أطراف اللي راهي اليوم في التنسيقية ربما يكونوا أحزاب أخرى لذلك خلينا التاريخ ندوة بعد 17 أفريل وراحين إن شاء الله نشاركوا حول مثاق اللي نقدرون نمضيوه كلنا مع بعض وكذلك المحاور الكبرى لرؤية تعمل دستور توافقي وربما أكثر ندخل في مرحلة انتقالية مهما السلطة اللي تكون تصير في شؤون الأمة لأن اليوم الجزائر تحتاج إلى حوار ونقاش عام يشمل كل الأطراف بدون إقصاء والتوصل إلى قواعد لعبة سياسية واضحة مع انتخابات تكون لا غبار عليها باش ندخل في عهد بناء دولة القانون والديمقراطية دكتور في نفس الاتجاه احنا دايما نتكلمو أو نتهم السلطة بشراء الذمم وعمرنا ما تكلمنا على الناس تعالى المعارضة التي استطاعت الذين استطاعت السلطة أن تشتري ذلك نعم يعني عندهم استعداد يعني فلافير هذين ساعة التحبير مكاش متهم واحد كين متهم وانتهي كنت درتين كونستا أمر يعني وهذا كوراجو يعني بكل جرأة بكل شجاعة على المعارضة الجزائرية وتقريبا اتهمتها بالفاشلة نعم واش أسباب فشل المعارضة الجزائرية دكتور نعم احنا السلطة على بنا وش دير اي سلطة في العالم يهمها انها ضعف المعارضة نعم ولكن حبينا عرفوا علاش من داخل المعارضة معارضة فشلت شوف دائما في سلسلة تاريخية لانا ما تقدرش تاخد صورة وننساوي يعني من الأحسن نشوف فيديو الجزائر في 62 خرجت من فترة استعمارية كسرت كل المجتمع وكل وسائل يعني تعبير لمجتمع سياسي حر ومجتمع مدني غائب نعرف كيفاش الفترة وصلنا 88 صعدت هذا الوقت معارضة قوية جدا وفي نفس الوقت الراديكالية أقصحت يعني مع الفيس وعدد من الأحزاب وشوفنا كيفاش الاستيضام راح عشرية ليجت تالتها كانت يعني عشرية مكروهة فيها كتير من الأموات ففي بداية الألفين كل ناس حابة يعني تطوي صفحة وندخل في عهد جديد فالدولة مع الرئيس الحالي حاولوا ربما إسكات كل معارضة باسم يعني يعادة الاستقرار للبلاد إلى آخره فعدد من الأحزاب يسمى دخلوا في هذه اللعبة لأن هذا هو جاب المجتمع الجزائري كان قدر يجيب الآن نشوف أن هناك حيوية جديدة وخطاب جديد واعي وبدأت المعارضة أن تعمل مع بعض وتتقوى في نفس الوقت لأن كيف شره المعادلة من جهة عندنا سلطة شكليا قوية جدا يعني الرهد الرابعة مفيها جدا الأشياء ماشي منيحايا عندها الفضل أنها جمعتكم لا لأنها ولا مدت أنف وصوف ربما من هذا الجانب لأن سلطة شكليا قوية جدا في أيديها الأموال عندها القوة مؤسسات الأخيرة لكن الموقع السياسي والمعنوي والأخلاقي ضعيف جدا تحسس سلطة هذه أما المعارضة كانت في العكس يعني شكليا متفرقة ما عندها شيء قوة جسدية في الميدان لكن الموقع انتحك معنوي سياسي وأخلاقي قوي جدا اليوم لديكورب لكورب هذه البوفور تسقط وكاين ينكور بتاعله بوزيسيون لها تطلع فايوخت كروازي جلالي كان حجمة بدلج أنه جزء كبير من المعارضة يسكن مع جزء كبير من السلطة في كلوب ديبا وموريتي لا يوجد غير في الجزائر لا يوجد غير في الجزائر وهذه تاعة كلوب ديبا هذه ما رهي عار لأنه يقول لك بلي الجزائر رهي في استقرار والإرهاب خلاص وراء يزبط في لقاء جاب لنا الخير وجاب لنا الجنة لماذا خلطوا كلوب ديبا كل واحد يسكن في ضرورة لأنه ببساطة كلوب ديبا هي جزء من الجنة ربما هذا هو لكن بلك شعب الجزائري رهي في جهنم تليرك تقول دكتور يسموها وليلية 49 دكتور يعني أحداث كثيرة وقعت في المدة الأخيرة كان أخيرها قبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية شهدنا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتريقا يستقبل الوزير الخليجية الإسباني وقال كلام فجأ الكثير هو اشتكى صراحة من أليب بن فليس دون ذكره بالاسم وقال أنه يمارس العنف ويحرض على العنف يمارس الإرهاب يمارس الإرهاب بالتلفزيون وأنه يهدد الولاة وعائلاتهم كلا مثقيل لماذا برأيك تصرف الرئيس بهذا الشكل يعني نقل شكواه إلى وزير خارجية بلد أجنبي مع أنه قانون الانتخابات يوفر أليتين يعني يطرف عليهم شكواه شكواهي لجنة إشراف عن انتخابات وجد المراقبة الانتخابات قراءتك لهذا التصرف من جانب رئيس الجمهورية نشوف في الحقيقة نسمعوا الخطابات هدوتة على المعارضة تلجأ للخارج وتحب تدير يقال تجيبوا لنا الخلاط للبلاد وتضربوا الاستقرار يعني هذه الوزاح النون هي التي تتهمكم بها لا حتى السلطة حتى الوزراء إلى خيره ولكن في الحملاء الخطاب نعم سمعناها على لسان وزاح النون أكثر من أكثر لكن موش يعني محصور إلا في خطاب الوزاح النون المشكلة هو أنه السلطة الحالية هي اللي تفتح الأبواب للأجانب وهو رئيس الجمهورية نذكر الإخوان ما تكلمش ما خطبش الشعب وما قالش كلمة واحدة منذ ماي 2012 ولنهار تكلم في 14 ثانيا رح شاف رئيس مجلس الدستوري باش يقول له أنا جي تنترشح يعني السيد يفكر إلا في نفسه والجزائر ما تهموش واليوم مع الخارج شفناها وقف للمرأة الأولى أمام كيري حتى تظن باللي يعني كما يقول لك بالعامية 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 وقردفلو يعني هذا الشي شي عجيب والبارح نسمعه فيه يشتكي من كلام أنا سمعت الموتار الشاحسي علي بن فليس عندما دار الحصة هديك وما نظنش تماما تكلم في هذا السياق يعني ما هدتش الولادة لا قال لهم ما أنا وش فهمت قال لهم ما تزوروش لأنه عندكم العائلة التعكم باش ما يحشموش منكم ما وش باش راحينا حنا نتعدى وعليهم لكن أياما قبل سيسلال قال بالحرف سنتعامل مع المعارضة بعد 17 أفريل كما تعاملنا مع إرهابيين في تيجن تورين ما قلت ليش علىها رئيس الجمهورية تعامل مع كلام علي بن فليس على أنه التهديد وتخويف ودعوة إلى العنف أنا ما نقدرش نفهم هذا الشي الرئيس كان يقول لك تسمع بالله ويقول لك سيد راح كلش فيه الدورة وورا وزير الجيش وعنده وسائل القمع شكو اللي يرفض الناس ويديرهم في الحبس يعني اللي ما عنده والوصبح هو اللي يخوف اللي عنده كلش شي غير مقبول هو تخوف جاهم منه شاف ورد فعل سلبي جدا من طرف الجزائريين 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 ما يقبلوش باش يديروا لهم رئيس يفرضوا عليهم بالوكالة ما نش عارفينش كون راح يسير الدولة الجزائرية هل سير عبدالعزيز بوتفريقة إنسان آخر مجهول الهوية فإذن الجزائرين ما همش ساذج يعني بشما ما ما يفهموش من الشرع صاري في البلاد هاوا على بالهم لازم اليوم الجزائرين يعبروا على اختيار تحهم ربما السلطة اليوم صبحت في حرج متخوفة يديروا مهرجانات عمومية لكن بالاستدعاء دونك سيدي كونفيرانس بخيفي موش دي ميتين بوبولير في المقابل مترشحة الأخر يعني يجلب الناس فهذا خوفهم لأنه لازم يحتمع لهم تظوير كتر من لازم هل اتصلت بك بن فليس بعد خرجة الرئيس؟ لا نظن سعلي بن فليس عنده وش راها يكفيه من المشاكل حملا تاعه لا ما معنا شي تستطيع تبدو متعاطفا معه؟ لا مش قضية تعاطف أنا ما خبيتش نهر الأول قبل مرض الرئيس ومش مربوط بحالة صحية للرئيس أنا قلت لا للعهدة الرابعة وربما لأنه أنا بديت مبكرا بهذا الخطاب يعني واضح لا لتغيير دستور ولا للعهدة الرابعة بدنا في 26 جوفيه ربما هذا ليخلى الناس يقول لك أنت دهرت بأسلوب شوية راديكالية في الحقيقة هو خطاب نؤمن به ولا للعهدة الرابعة دكتور انت في 2004 كنت في مدرية الحملة الانتخابية تعريبا فليس نعم اليوم ما ركش معه حابين السادة المشاهدين واحنا نعرفوا علش في 2004 مشيت معه وعلش في 2014 مشيتش معه عدنا معكم في الجزء الثاني من نقطة الضوء كنت وقفنا دكتور في الجزء الأول على سؤال يقول مشيتم في 2004 مع علي بن فليس واليوم لستم معه ما الذي تغير الأشياء تغيرت بعد عشرة سنوات كان أحداث كان يعني اختيارات إلى خيره نذكر في 2004 كان سيعلي بن فليس الوحيد كان قادر مترشح ضد الرئيس الحالي وأنا معروف أن كنت ضد العهد الثلاث في الحقيقة فحاولت أساند وأكون منسجم مع الموقف في انتاعي وسعت بقدر الإمكان السعلي بن فليس في 2004 لكن بعد مرور السنين أنا في 2011 إلا تسمح لي سيئس يا دكتور في 2004 أشياء أنا ذاك باللي الجماعة اللي مشيت معاه يعني مشيت معاه على أساس أن السلطة كانت مقاسمة أو ماشي معا علي بن فليس أنا ذاك ماشي عدى الرابع عدى الثانية عفوة عدى الثانية عفوة ألم مشيت معاه على هذا الأساس لا أبداً شوف كان واحد التأويلات والتفكير المؤامراتي أسمح لي دكتور نديري نرالونج لسؤال تحميد ونزيد نقول لك كي الناس تهمتكم هذك الوقت بلي مشيتوا معا جزء من الجيش ضد جزء آخر من الجيش أبداً أنا أقولوا أتو برهانكم ولكم تكلموا على الحق أنا ما عندي حتى علاقة مع أي مؤسسة وما ندخلش في مؤامرات مهما كان الأمر أنا ذاك اذكرت محاولة تأسيس البديل كحزب سياسي كانوا عدد من النواب اللي استقالوا من أحزاب معارضة وحاولنا نأسوا مع بعض وفي إطار تلك الجماعة في إطار الحزب البديل الغير المعتمد أنا ذاك كنا دلنا اختيار ورحنا ساندنا سعلي بن فليس اختيار سياسي أنا الموقف انتاعي في 99 ما تغيرش وفي 2004 ما تغيرش وفي 2009 ما تغيرش والآن نفس الموقف سؤال الآن لماذا أنا ما رحتش ساند سعلي بن فليس أولاً في 2011 أسست حزب سياسي مع رفقاء إخوان وشرعنا في العمل السياسي ثم ذهبنا إلى المؤتمر ثم شاركنا في انتخابات تشريعية ومحلية فأدخلتنا في منطق تاع حزب ليدافع على البرنامج نتاعه ويدافع على المواقف تاعه فكان غير منطقي باش نتخلى على هذا المسار ونروح نساند يعني مترشح حر أو وزيد على هذا احنا الموقف الرسمي تاع الحزب اللي قلنا ندخل المعركات على الانتخابات الرئاسية كان في 27 سكتمبر وأنا كنت طلبت مهلة من الحزب وفي 2 موفمبر قبلت بالترشح أما سعلي بن فليس وواتر الشح في شهر جنوذي 2014 فأنا ما كنتش ننتظر يعني في مترشحين آخرين ولا في إطار منطق تاع الحزب تاعنا لإشار بالبرنامج تاعنا وبالحزب كان من المفروض أن ندخل هذه المعركة دكتور هل أنت اليوم تقاطع رئاسيات؟ هل تلوم علي بن فليس على الدخول في رئاسيات؟ لا مهموش لأن درك على بالك أنت الموقف السياسي دايما نبنيوه حول الأحداث وحول شيء الملموس وثم في مستوى ثاني حول التحليل الخاص ويناسب يعني الموقع على كل واحد أنا من وجهة نظري اللعبة محسومة لأن الرئيس ما كانش عنده القدرة بش يدخل الانتخابات ومع ذلك دخل وداس القانون والدستور إلى خريفة قلتنا صراحة خرجنا من المسار الانتخابي ودخلنا في مسار انقلابي دكتور الموالون للرئيس يقولون أنكم انسحبتم من تاو وإحمد بن بيتون انسحبتم من الانتخابات انسحبتم ترشحكم لأنكم لا تستطيعون أو عاجزون عن منافسة بوتفريقة في الميدان على أساس أنه عنده شعبية ويعني يقهركم يعني في الانتخابات هم هم ليقهروا الشعب ليقهروا يرجموا في الممثلين شفناك الممثلين لا يعرفوش يديروا خطاب واقعي مع الناس ولو يتكلموا بوحد الكلام يعني داكتور هذا الكونسطات هذا الكونسطات كامل دلال له الموالون للرئيس وجدوا صعوبة في التواصل مع الجزائيين في العلم من المهات لكن لكن هذا الرفض الشعبي بين المزدوجين هل هو موجه لهؤلاء الموالين يعني الناس نقمين عليهم أم الناس رفضين العهد الرابعة انت كيف قلتها هذه؟ انتظر الاثنين يمشوا مع بعض الناس هادو ما شكول يجابهم شكول يصحر الساحة السياسية من الناس اللي كانت عندهم وجوه سياسية معروفة محترمة عندهم مصداقية هو اللي يريب الدنيا جاب لنا الناس هو اللي يتعامل مع الرداءة معروف يحب الناس يكونوا في الرداءة حاولوه باش هو يظهر هادش معروف يعني منذ سنين وسنين شكول يخير الناس اللي هم حاولوه شكول يخير الحكومة شكول يجابهم هو يتحمل مسؤوليات هذا الشعب الجزائري هو اللي يصوت على شاكي بخليل؟ هو اللي راح جاب عمار غول وعطاله المشروع تاع الطارق السارع هذا يتكلموا عليه؟ ولكن بش وعد يكون منصب حتى الان محمد شاكي بخليل ما عنده حتى تهمة ومجرد ينام فورماسون جيديسيار تفتحت في ايطاليا وهنا كان امر دولي ولكن شاكي بخليل غير متابع بأي تهمة سياسي 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 رسميا غير متابع بأي تهمة فعلا نعم لكن شفنا وزير وزير العدلة سابق محمد شرفي كان داروا مونداداري انتغنسونال داروا هكذا خيالي نشوفوا العدلة الإيطالية والكندية يتكلموا عليه واليوم في الجرائد يتكلموا الاسم انتاعه كذلك كل شي هذا معروف النظام يدرق على أفراد لمتقربين من قلب السلطة هذا ما تفرغ منه لأنه ما كانش عدلة حرة ما كانش عدلة مستقلة ما رانش في إطار دولة القانون لكننا نعرفوا كيفش تعمل أما الاسم انتاعه واسماء تعالى الاخرون اللي رأهم حول الرئيس كلهم متورطين في قضايا على الأقل اسماء تعالى في الجرائد ليس أنا اللي راح تقول تفتح التحقيق هناك من يقول أنه بعد ما عاد بوتفليقة من رحلة العلاج إلى فرنسا في الصيف الماضي كل تغييرات لأجراها على مستوى الجيش والمخابرات كانت رد فعل منه ضد جهاز المخابرات اللي يحقق لأجرها التحقيق في قضية سونطراك ودال المتابعة لشاكي بخليل يشاع أن أبوتفليقة غاضبة من الشيء اللي صرى صديقه ووزيره السابق شاكي بخليل وعلى أساس ذلك أجرا كل هذه التغييرات يقول .. 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 يعني الرخصة باش ينعقد اللجنة المركزية للأفلان تجبك وكسروا هذا القرار بمحكمة محلية هذا غير مقبول هذا ضد القانون وفرضوا الأمين العام الحالي تقسل المحكمة الإدارية على العاصمة نعم نعم تعبير موند رايس وفرضوا أمين عام للأفلان ضد جماعات أخرى وظهر باللي يتكلم باللي فرضوها من الرئاسة فزيد بعد هذا كالتغيير الحكومة تغيير رئيس مجلس الدستوري يعني كل الإمكانية السلطة عطها في أيدي الناس مقربين من الرئيس هذا هو التعامل ولكن هل هل عبد العزيز بوتفليقة بحاجة إلى أنه يضع عبد العزيز طيب بالعيس في وزارة الداخلية ومراد مدلسي في المجلس الدستوري وطيب بالعيس في وزارة العدل لأنه يجبها ويجبها ويجبها لأنه يتحكم في كل حاجة إلى الدولة لماذا دار التغيير؟ هل هناك مشروع جديد؟ هل هناك حدث في الوطن في ميدان أو يقول نغير بعض الوجوه إلى خيره؟ لم يكن. لم يكن يبرر هذا التغيير للحكومة؟ لم يكن حتى شيء يتبرره. فإذن التغيير كما قام به في بداية الحملة. مع بداية الحملة يسمي سيو يحيى وبالخدم كوزراء ويروحوا هما يخلصوا من الدولة كوزراء لكي يقوموا بالحملة. هذا غير مقبول تماما. شيء عجيب غريب. لا يقدر يصير في الدولة تكون دولة قانون ودولة حق. دكتور. أنت عندك تجري بذركة في النشاط السياسي. وتعرف شوية ما يجري في الصالونات. هل بودفريق اليوم هو وحده يحكم هو والجماعة التي عوه؟ والله ما زال دياراس مثلا يحكمه. ما زال قية الأركان تحكم. ولكن كي دياراس كي قية الأركان يساعدهم أن الرأي العام لا يفهمون المشاهدين يقولونها بالدرجة. يمسحوا الموس في شخص واحد اللي هو رئيس الجمهورية. هل يتحمل وحده مسؤولية ما يجري اليوم في الجزائر؟ أولا سعب العزيز بوتفليقة كي جاء في 99 ما جاء بوش رجليه. جاء على بناب اللي في إيطار صفقة والجيش كان هو الأساس يعني عنده دور الأساسي في مجيء سعب العزيز بوتفليقة. في 2004 ظهر بعد الانتخابات أنه كانت صراع داخل يعني السلطة ونجح رئيس بوتفليقة مع إعانة أطراف أخرى وربما كذلك دخل فيها الخارج. نظر نسي عمار سعداني هو كان تكلم وقال الولايات المتحدة هي اللي ضغطت على الجزائر وحتموا رئيس بوتفليقة في 2004. وهذا شيء خطير جدا. أما اليوم والله العظيم ما عندناش يعني معلومات لتقدر تبني عليها إلا ما نقرأ في الصحف. تعرف أن هذه الأجهزة صامتة. ما عندهاش علاقات مع طبقة سياسية. ما كانش يعني قال نروح إلا شفنا لوزر حنون راح تشافت نائب وزير الدفاع وما فهمناش علاش في الحقيقة لأن رئيس حز. الكثير استغرب سياسية مدنية تحت لقبها على الأسكار. يقدر يروح يشوف يعني الوزير الأول يشوف وزير الداخلية في أمور تهم يعني مثلا. يشوف سوطة سياسية يعني. محمد إلا تسمعني في اللقاء هذا تعقايي الصالح نقالت عنه لوزر حنون أنه الجيش سيقف على نفس المسافة مع كل المطرشحين. هل تعتقد أنه الجيش حاليا محايد فيما يجري يعني. اليوم مرنش نشوفه ضكر الجيش لكن هل لوزر حنون هي ناطق رسمي للجيش. هل مش فاهم ولا هدا موقف تعل الجيش. ماذا بنا نسمعوه من مسؤولين الجيش. ما نسمعوهش من مسؤول حزب سياسي لي يقولوا على نفسهم بل هما في المعارضة. لكن في نفس الوقت يقولوا بل كل ما جاء بيعني إيجابي من رئيس بوتفليقة هما لداره. قال لك هما اللي لغاوا القانون المحروقات. هما اللي أعطوا كل إمتيازات للعمال. هما اللي زادوا في الأجرة. يعني رأي تسير هي في الدولة. سؤال علامة استفهام. علامة استفهام أيضا لما تخوض حملة ضد علي بفليس شخصيا. هم يعني يأخذون عليها أنها تهاجم علي بفليس. يعني تعارض المعارضة بدل أنها تعارض. هذا هو المشكلة على هذا الحزب. مثلا تقول في عديد من المرات أنه كان خطر من الأجانب اللي يدخلوا باش يديوا ثروات البلاد. وهاجمتكم في التنسيقية كثيرا. نعم. ناخدوا هذا المثال باش المشاهد يعني يفهم. نهارجا مشروع تا استغلال الغاز الصخري. كلنا نعرف مثلا في فرنسا أو في عدد كبير من البودان ممنوع استغلالها للغاز دوشيست. لأنه يجي بضرر كبير للبيئة. نحن في الجزائر نعرف في الجنوب عندنا الماء البطني اللي نقل بيان ويتهدوا مباشرة باستعمال هذه التكنولوجية. هي صبحت من أنصار هاد اللي غاز دوشيست. وش كلها رح يستغلها؟ هالجزائرين عندنا احنا التكنولوجيا باش نستغلوه؟ لازم الناديو لشركات المتعددة الجنسيات. فهونا لويزا حنون حاليفة مباشرة لملتناشنال ليخدموا في الميدال البترولي. هذا سؤال. سؤال ثاني هي كان دائما تتكلم ضد شاكي بخليل تمار بنهاشنهو إلى خيره يعني. رجال الرئيس في الفترة الأولى تعال حكم التاعو. وليخدم بهم يعني سياسة ليبرالية لفائدة الخارج. وهي قالت أنه هاد الناس هاد الرجالات فوردوا على الجزائر. فالسؤال هل رئيس الجمهورية يخضع لقرارات من الولايات المتحدة؟ هل هو رئيس الجزائر ولا يعمل موظف الأمريكان؟ لأن شكل يسمعهم؟ شكل يمضي تسميتهم؟ شكل يجابهم؟ ففي عوض ما تتكلم على منبع المشكل. السؤال هو السياسة تعال البلاد يصيرها رئيس الجمهورية. هي تذهب إلى بروحة في المعارضة وتحامي على الرئيس الجمهورية. وهذا كل جزائريين يفهمون على بلهم. لا يوجد لغز. دكتور أنت أعطيت أنشيف يعني؟ أعطيت الرئيس المترشيح بلاجز بودفريقة خمسة مبليا. قلت في كل حالات سكور اللي راح يسجل. ما بين خمسة وطناش بالمية هذا صبر الآراء اللي يمشي؟ رك حققته بزار شهد. أنا أقول لك الحقيقة. الأرقام هذه يعني وش مصدرها الدكتور؟ أنتوما تعرفوا ما كانش يعني اليوم مؤسسات قوية اللي يدير صبر الآراء بطاعة علمية. باش تفهمني على شتراحت هذا السؤال. الجماعة على السلطة يقولوا رئيس الجمهورية أكيد سعيداني قال ستين بالمية مثلا. رح يفوز بستين بالمية. تتغيير الأرقام ولكن المبدأ هو نفسه. أنتوما تقولوا باللي مستحيل يفوز. والجماعة على السلطة يقولوا باللي سيفوز حتما. أنتوما تقولوا الشعب وانتوما تقولوا الشعب. نرى، نرى، نحن أولا ما حاولنا نجند الشعب لأننا لم نترشح. دركننا نعطيك بعض الأرقام. تصيبها كان صبر الآراء في الانترنت وبعض الصحف قاموا بها. وبعض كذلك الناس مباشرة في الميدان. صدر الصبر الآراء في الانترنت في اسبوك؟ لا، 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 لا تقول شيء. لا يمكننا أن نقوم بها. مثلا في الدول الكبيرة اللي عندهم صبر الآراء. يعطيه لك بنقطة تختلف على الحقيقة. نحن في الانترنت يقدر يعطيه لك بعشر النقاط. نقصد، يعطيك تندانس يعني. يعطيك تندانس يعني. يعطيك تندانس جدا. كاين ربعة مليون جزائري اللي يدخل في الانترنت. في الربعة مليون هذا ما كانش ناس اللي يدفع على الرئيس. بارتوين شوف يعني. كاين في المقابر ربعة ملايين جزائري. يقولوا الاستمارة التارشح. شوف مستحيل يعني فيزيك ما ما كاش كيفاش دي ربعة ملايين. أولا نعرفوا كلنا. وزارة الداخليات عطيك مئة ألف أكتر حد من الاستمارة. يعطيه يعني طبعو له غير لي خمس ملايين كانوا محضرين لها. كانوا بعض المطرشحين اللي يحبوين التارشح. كانوا مقدروش يسحبوا كتر من عشرين ألف. فإذا بهير الرئيس هكذا في رمز شتعين. ربعة ملايين من الاستمارات خرجوا. تاني كي تدير حساب. في يومين. ما كانش كيفاش. لازم على بلد كل واحد اللي يمضي. يتقدم بالبطاقة نتاعه. بلدية. للبلدية. ولازم نائب رئيسه لرئيس البلدية اللي يمضي. كاش واحد شاف الطوابر البلدية. لازم تحسب في الف وخمسمائة وواحد وربعين بلدية. وهذا غير ممكن. لازم يمضي الف وخمسمائة استمارة في اليوم. في مدة ثلثيام. ونشفناهم هات الطوابير. أرى على بنا كيفاش داروا. استعملوا يعني البطاقية. عمروا هكذا بكل الإمكانيات وخلاص. وما القانون هذا ما يهمهمش. عاودوا لي صبر الأرى. عاودوا لي صبر الأرى. شوف صبر الأرى. خمسة وطنج من المياه. نعم. لأنا أقول لك. كي تشوف المعدل العالمياء. عندك ستين مقاطعة. فالربعين اللي قعدوا. يروحوا حوالي ما بين خمسة وعشرين وثلاثين. للمترشح علي بن فليس. حوالي عشرة للمترشح عبد العزيز بودفليقة. الباقي يتقسم إلى الباقي المترشحين. هذا هو في الانترنت في صحف. وفي المباشر يعني الناس اللي يشوفوا حولهم. كاين اللي درنا صبر الأرى مع العائلات مثلا. كل واحد من عشرين فرد يروح يشوف. ربما ذرته في العاصمة برك. لا. أنا شوف نتكلم لك مباشرة. عضو في المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة. وهو مش من الحزب انتعنا. ما كلها انتكر ما مش من الحزب. جازاني عنده ثلث ايام. وعطى لي. قال لي هاوليك صبر الأرى كيف شرح يمشي. عندنا في الجلفة. ونفس الاتجاه. درك ربما تزيد شوية ولا نقص شوية. لكن هذا ما نحن مش مفجأة. الرئيس غائب. شابه رئيس. ما لنجوزه لنجيبه الصورة تاعة هواري بومدين. ونحطه يجري معه. ونشوفه له هواري بومدين. ما يديش عشرين ولا ثلاثين بالمئة. الناس هم الفهمين وش رح صاري. ولازم يفهمون هذا ولا عنده هاجة الشعبية. الموالين. الموالين الرئيس دكتور عبد المالك سلال. والستة اللي دروله الحمد الانتخابي. يقولوا الجزائريين يعرفوا بودفريقة. ما مش في حاجة انهم يشوفوه فيها في زيك. كان انجازاته يشد عليه. ما مش بالانجازات؟ هذا خطاب شعباوي. ديماجوجي ما عنده ما معنى. أنا شوف اليوم هو رئيس المدير الحملة. كان وزير الأول. وزعوا الملايير بدون قانون. لأنه كان القانون المالي التكملي. لأنه يعني يمضي عليها الرئيس. وزعوا هذه الصورة. هو شهر هو يدير في الحملة. باش يدخل تزيوزوا. يدخل بتخبيه على 8 صباح. يدخل القاعه قبل ما الناس تخرج. ويغلقوا للبلاد كلها. ويغلقوا الجامعة. ما يخليوش الناس يعني الطالب يحبسوا لهم. هذا هو تجمهور. يعني الشعب هذا اللي خايفين هاربين من كل جهة. ومش غير هنا. يقول لك صحة منطقة القبائل. يذهب منطقة شاوية. لكن في جهات أخرى تانيك. في الخارج. في كل مناطق كائين جامعات تعجزائريين. لكارهين وينبدوا هذه العهدة الرابعة. هل شفنا الناس في عشر أو خمسة عشر. ولكن ما حركة براكات والأحزاب. خرجوا الشارع وجابوا لفتات تعاب وتفلقة. ما كانش. أكثر من هذا. شدتوا الكليب اللي داروها مع الفنانين. يغنيوا. في البلاطو وهذه الحصة في قناة أخرى منافسة لكم. لغاوها لأن في البلاطو جاءوا مغنيين. وقالوا حنا نعتادر أمام الشعب. ولا غنينا في هذا الكليب. باش نساند بوتفليقة. نعتادر منه من الشعب. والشكل يعطيهنا السك. نعطيهوها الجمعية. يعني شوفوا حسوا بالضنب. شعروا بالضنب. لأنه ساندوا العهدة الرابعة. أساسي صفيان هل يعقل أنه فنانين يعني. وما مش ناس بوساطة يعني. ناس لافجين. يعني يدوهم باش يديروا أغنية دعائية. لعب العزبوت في قوم يكون على بالهم. مش بالي راحيني. ما يهمش على مالولة مبسح شوف الرد الفعل. بعد ما خرج الكليب. الناس حولهم. ربما عائلاتهم. صحابهم حبابهم. وكلموهم. حتى هو ما شعروا بالضنب. ولاوا يطلبوا في السماح. دونك انت فيه وتطلب السماح. لنهار تدير زبلة. دونك حسوا باللي غلطوا مع المجتمع. وقال لك حتى دراهم لي مدوا لنا. لأنه ما داروها. ويحب يعيش. يحب يربح شوية صوارت. ما مش فهم باللي. كما هذا الشخص اللي يرفض. يقبض شوية دراهم. يقول لك أنا سلك روحي. ونروح ندفع بالناس. باش يروح يصوتوا على عبد العزيز بوت فليقة. ما راش عارف برك حاجة. لأنه عندما ما يسيروش مثلا المستشفى. كما لازم الحالو يخليه المرضى. لي كونسيرو يموتو. راهي على القبتهم. لأنه راك تساند في إنسان. وليس قادر يسير البلاد. وكل ما ينجم على تسيير هذا الغلط. هما مشاركين فيه. دكتور. كيم بزاف الناس يتهموكم. مش يجي الجزائر دائما. نعم كمعارضة. ادعونا إلى مقاطعة الانتخابات. بأنكم تنشرون العنف. بخطابكم التهييجين صح التعبير. في المجتمع. اليوم متشوفش باللي. الشعب الجزائري محتاج لللي يطمأنوا. الناس قاش يذكروشها يعني. يقولك يا الله يجعل الخير بعد 17 أفريل. متشوش باللي. اليوم ضروري جدا أنه شعب الجزائري يطمأن. بالتأكيد. لازم شعب الجزائري يطمأن. ويطمأن كيفاش. نحن هذر كلهم غلطوه. ونقولوا له نخدعوه. لأمر الواقع. ونخليوه هذا النظام الفاسد يسير الأمور. لا محالة نروحو إلى الحائط. وغدوه نبكيو. أكثر من اللي نقدروه اليوم يعني نبكيو. أما إحنا عمرنا ولا ادفعنا الناس بالعنف. قلنا نقاطعوه 17 أفريل. وبالمناسبة أنا نقول. لكل اليوم يتبعوا فينا ويسمعوا فينا. قعدوا في ديوركم يا ناس. ما تخرجوش لأن البرة ربما السلطة هديرة هيتحضر في العنف ضد الشعب. فنعرفوا كيفاش دائما يزوروه. ما عندهم حتى حد يعني. سمعنا بوحد الخطابات سيس اللال وغيره. يقولوا في كلام لي أنا ما نقدرش نقوله في البلاطو. يقولوا أمام المال هكذا يعني. عبارات لي يظهروا باللي الناس هدو. ما عندهم أي احترام للشعب. حقلين الشعب هدايا. قالك حنا جايزين بالقوة وربي كبير. البلاد اتعنا شراوها ولا. قالك لازم نديروها مالك. دوق هدي يخرج جديدة. يغير الدستور ويحط فيه واش يحب. التاعو يسمى اسكو شراونا ولا ما فهمناش حنا رجعنا بضائع. وهذا الشعب الجزائري. أو فهم هذا الأمور. ربما ما يحبش يتحرك بقوة. ما راناش في إطار ديمقراطية. لو كان كنا في إسبانيا ولا إيطاليا كانوا يخرجوا 200 ألف ولا مليون شخص. رانا في الجزائر. وعلى بلوب اللي لازم يدي القزول على داره. وربما أكثر من هذا الشيء. شفنا يعني الأمور راه يتنزلك في كل جهة. هذا هو الخطر لماذا بنا نفده. الله يحمي الجزائر إن شاء الله ويحفظها. نشكر الدكتور سفيان جلالي. نسمح لي برك بعد ثواني القليلة جدا. الفكرة برك مسؤول تعجيل جديد في ستيف. هو وراء داره في السجن. يعني بدون ما يكون حاجة محقق. فإن شاء الله القاضي يكون عادل في القضية. ويطلق صراح ويخليه يروح لولاده. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يطلق ربي صراح كل سجنة الرأي. نشكر الدكتور سفيان جلالي على تربية الدعوة على ساعة الصدر.